الخلافات بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية تتمدد إلى المنظمات والتجمعات الدولية مجموعة العشرين إحدى أبرز الأمثلة وقد تجلى هذا الانقسام بوضوح في اجتماع وزراء مالية المجموعة قبل أيام ويظهر أيضا خلال اجتماع وزراء الخارجية بحضور وزير الخارجية الروسي الذي سيبحث قضايا دولية عدة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وقد استبقى الاتحاد الأوروبي الاجتماع بالتأكيد أنه لن يدعم أي بيان عن مجموعة العشرين لا يدين الحرب الروسية هل ينجح اجتماع وزراء خارجية المجموعة برئاسة الهند في التوصل إلى بيان موحد أم يتكرر سيناريو اجتماع وزراء المال حين رفضت روسيا والصين المصادقة على البيان الختامية معنا الآن من نيو ديلهي الكاتب الصحفي سانجي كابور سيد كابور مرحبا بك معنا الكل بانتظار هذا الاجتماع برأيك هل سيكون هناك موقف موحد إزاء هذه المسألة بحسب وزير الخارجية الهندي الموضوع الحرب الروسية على أوكرانيا سيكون موضوع رئيسي وبالتالي الخلافات مرشحة للظهور ماذا نتوقع من هذا الاجتماع برأيك شكرا لاستضافة للحديث عن هذا الموضوع بالطبع الأمر يبدو كئيبا وخاصة بشأن الإجماع على القضية في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فسمعنا تصريحات جاءت من وزير الخارجية رشاد وسيد لافروف حين جاء إلى دالهي وقال بأننا نندد بما يقوله الأمريكيون والغرب عن أوكرانيا وقال أشياء فضيعة بشأن أوكرانيا إذن ما هو واضح هو أن الانقسام عميق جدا بين الجانبين رغم أن الهند طبعا تقف في الوسط ولكن هذا يبدو بأن العلاقة معقدة وصعبة ومن الصعب أيضا للهندي أن تحدث إجماعا بين هذه الدول وكما حدث في وزراء المالية قبل أيام فالوضع كان صعبا وطبعا وزيرة المالية الهندية كان عليها أن تتدخل وتطلق تصريحا في ذلك الوقت إذن قمة مجموعة العشرين في سبتمبر وإذا لم تتهي الحرب قبل ذلك فربما سنرى هذا الوضع يتكرر مرات ومرات وربما ننصل إلى أي حل وقمة بالي التي عقدت العام الماضي وتم تمرير طبعا بيان هناك بتنديد بتلك الحرب أما هذه المرة يبدو أصعب وأصعب